في إطار خطة وزارة الثقافة للمشاركة في بناء الإنسان وضمن محاور عمل المبادرة رئاسية حياة كريمة لريف المصرية أطلقت وزارة الثقافة فعليات المكتبات المتنقلة في ست محافظات المزيد مع باسم أبو العنين مراسل تلفزيون المصري هنا من حضرة مصر حضرة الجمهورية الجديدة من العاصمة الإدارية وتحديدا من أمام وزارة الثقافة ندشن اليوم مشروع ست مكتبات متنقلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حياة كريمة التي تستهدف غذاء العقول وإثراء الثقافة لدى المواطن المصري لحقه في المعرفة لتكون الحياة الكريمة حياة متكاملة الأركان تشمل الاحتياجات المادية للإنسان إضافة إلى احتياجاته الفكرية والثقافية مكتبات متنقلة تجوب مراحل أو محافظات المرحلة الأولى ثلاث محافظات في الوجه القبلي هي محافظات المينيا وقينة والأقصر وثلاث محافظات في الوجه البحرية هي ضمياط والبحيرة والدقاهلية مشروع حياة كريمة ينطلق في محور جديد من محاوره محور الثقافة من خلال مشروع هذه المكتبات المتنقلة اليوم ست محافظات وست مكتبات وغدا يكون أو تكون الثقافة والمكتبات شاملة لكل ربوع مصر ترجمة نانسي قنقر